عشان اتأكدني الكلام اللي بيحصلتا كله بصحيح يا بيت ما انت شايفه مصابع بعينك او ايوه بس مش قادر اصدق ان دي الشق اللي حعيش فيها مع افندين يا بيت بقى بطالي هبل بطالي هبل فوقي بقى وصدقيني قلتلك صدقيني وانتي مكنتش مصدقيني ده انت من ساعة ما ندهتلي سبتل في ايدي كله وجريت حتى بو سنة سبتو نايم وخرجت انت حملت فيا ايه وانا من ساعة ما شفتك وانتي مخيشة في نفوخي على اخر مخيشة في نفوخي على اخر لكن اعمل ايه اعمل ايه كان ناقح علي اوي هو ايه ده يا اخوي طب ميري ده تتديله بالجذب حاولت حاولت يا اما ده معه انتي مهما كان برضو مرات الخال ده انا من ساعة ما شفتك وانا مش طيقة لمسته على لحم السرير سكاكين سكاكين بتقطع في جدتي القوضة بقت سجني يا سيخانيس احنا بقى عايزين نعمل ايه عايزين نخلص من الليلة دي نضيف نضيف تخلعي منه نضيف نضيف ونوصل الود اللي بيني وبينك نضيف نضيف عشان انا راجل احب الشغل يبقى نضيف نضيف احب الشغل يبقى ايه نضيف نضيف ويتوب علينا ربنا سهلا انت تطلقني منه وتتجوزني انت وانا عيش خدمة تحت رجلك هيحصل هيحصل بس نصي لسه خارج وبلطش في الدنيا وليه يا اعداء ايامة وقارفيني زي اللقمة في الزهور اولهم الوقت براق ابن النوح ولازم نخلص منهم عشان نبتدي نوصل ودينا نضيف نطيف صح خلص ما توزى عليهم راجل من رجالتك يخلص عليهم وبعدين انت يا مكتر الرجالة اللي تعوز تخدمك بس ده غشم ده غشم وانا مليش في الغشم انا عندي ترتيب تاني ممكن انت تساعديني فيه وانا ملكك وبين ايدلك هيحصل هيحصل لو انت على طول مستعجلة كده بالهداوة بالهداوة عشان ناخد دورنا خلاص اقمرني وانا نفس انا عايز مطرة اه حنتمك وانت السادقة يتوب علينا ربنا يا أستاذ استنى يا أستاذ استنى راكسي إيه دا يا أستاذ فيه؟ اتخذتك إزاي وإن فيتك دا؟ قل الله يا أستاذ غصب عني دي قالي انه جاي معاك وزقني ورحتاكل عليه هنقعد نرجع تولي لي يا متر وأنا أخش في المفيد ونخلص روح انت دلوقتي يا نوفي حاضر وقف البابورك حاضر يا أستاذ نعم عايز ايه؟ مش أنا اللي عايزي المعلم هو اللي عايزي المعلم مين؟ مش عارف المعلم مين يا متر ومعلمك عايزني في إيه؟ لما تروحني أتعرف أروح له فيه؟ تركتي في المفتاح عبال مجيلك يلا الثلاث شفاعة شفاعة تخليك في حالك حساب يا أبني مش دل أنا كنت منتزره منك يا خميس اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتره القديمة أنا زيحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه ات معاش بقى فاكتر من كده ده مش طمع يا باشر والله ما طمع ده استرداد حق هبقى كبير إزاي وأنا مش حالف أرد حقي شفا خميس اللي عايز يكبر مش لازم يستهوم بأي حد قدامه لازم يسقوته كويس عشان يعرف اتعامل معاه وخلي بقى لك إن النوح ابن كار وفاهم الشغلة كويس ومفطة بولاده وعنده عزوة وعنده رجالة يعني مش سهل طب يا باشر هو مش فيه لمواغز يعني خرفان بتدريمي للحكومة بس النوح مش واحد منهم مانا ما كنتش واحد منهم وعملها معايا موخجة ذاته وانت شفت أنا عملت فيه ايه باش انا مش عايز حد يزحيمني في السوق مين ده اللي قدر يزحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي يتوب علينا ربنا ما تسمعلوش المرات يا خميس العمروتي عايز يكسب الكل ويأمن نفسه سواعي اسمعلو وسواعي ما تسمعلوش حيرتين يا حاجة لا حيارتك ولا حاجة يا ابن باطن الصح إنك تسمع للك كل وتاخد اللي يفيدك العمروتي عايز يجوزك بنته قلنا وماله ألف مبروك لكن يحط لك النوح قتب ورا ظهرك ده اللي ما يلزمناش وكمان عايز أقولك حاجة السوق زي المخدة ما يستحملش اتنين حلوية السوق زي المخدة إيه البوء ده حلويتك يا حاجة إياك تكون فهمتيني وأريت اللي في دماغي أريت 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 بقى العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني بس في ذات نفس تلك الوقت يحطيلي النوح على الخط كده يسخن بوعبوع يخوفني بيه على أساس لو أنا قلت معاه وما سمحتش كلامه يقوله يسخن فتلمى أنا بقى واسك وتقال يبقى لازم تخلص من نوح يا خميس طلب البضاعة يا كبير دي مشترية يا دي معلم نوح ما أنا جاي لك أوب مذاكي الراحة الراحة يا متر دي مجرد إجراءات أمنية هي دي برضو الأصول يا معلم نوح ما قول نهد على نفسك شوية لأ طيلك عير انتو عايزين من نية يا معلمين كل خير مش مياي شوف يا متر انت لو نظفت هدانك وسلكت موخك أخرت هتبقى خير إن شاء الله بس انتو ما تقضيعش ما درقان انت راجل عمري وده اللي بيعجبني فيك عشان كده أنا هخش في المطلوب ضغري انت تنزامني يا ما درقان ايش معنى؟ متى هتستلوح من أولها ولا إيه؟ ما كلام المعلم وضح زي الشمس ما أنا بحاول أفهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم مراق ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهبت شمس بلدك تطلع منين؟ انت هتاخد قد ما بتاخد عند أفندينا ثلاثة أفندينا شكرا